السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم لسه خارجين من التعليقات كنا بنتابع تعليقات القناة على اليوتيوب حقيقة تعليقات جميلة ونشكركم جدا على زوقكم ورقيكم في التعامل لكن كان أشهر تعليق يمكن خلانا النهاردة نتكلم في عجالة كده وفي شرح بسيط جدا جدا هو سؤال دايما الأمهات بيقولوه يا دكتورة دورتي كانت بتاريخ كذا كذا وعايزة أعرف معاد الولادة إمتى السؤال ده يتحل بنقطتين بساط جدا النقطتين أفسط من بعض هل أعرفهم دلوقتي إن شاء الله النقطة الأولى إننا دايما لما نيجي نتكلم عن التاريخ هنتكلم بتقويم ثابت بمعنى إننا بنتكلم عن تقويم هجري فإذن حسابتنا هتكون بالتقويم الهجري بنتكلم عن التقويم الميلادي فإذن حسابتنا هتكون بالتقويم الميلادي الموضوع بسيط جدا إذن إحنا رقم واحد إحنا هنعرف التاريخ رقم اتنين معاد الولادة؟ لا هو مش معاد الولادة آه صحيح الترجمة العربية بتاعته والإكسبيكتد ديت أوف ديليفري ولكنه ليست هذه الترجمة صحيحة أو دقيقة أو هم حتى لما قالوا الكلمة باللغة الإنجليزية هم ما كانوش يصدوا بيها معاد الولادة ولكن يصدوا بيه معاد نهاية الشهر التاسع أو معاد نهاية عمر الحمل نقدر نقول إن إحنا تمنا في هذا الحمل ما يقارب الأربعين أسبوع لكن الولادة ممكن تحصل في أي توقيت وبالأخص في الشهر التاسع بمجرد ما دخلنا في الشهر التاسع فتوقع الولادة بيكون عالي جدا من أول يوم لآخر يوم وأحيانا بيمتد إلى نهاية الأسبوع الثاني من الشهر إلى عشر إذن إحنا النهاردة عايزين نعمل تمرينات بسيطة جدا 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 إحنا كلنا مع بعض هنقول أرقام ونحط الحسابات القاعدة كالآتي القاعدة عندنا إننا دايما بنحط على اليوم أو حساباتنا دايما بتكون على اليوم الأول من الدورة اليوم الأول مش اليوم الأخير سيدات كتير جدا جدا بتيجي تقولي الدورة خلصت يوم كذا ماناش دعوة خلصت إمتى إحنا بنتكلم على الدورة بدأت إمتى الدورة الطبيعية الحقيقية اللي أنت كنت متأكدة إنها دورة ما كنتيش قال أنا لأ ده دم غريب ده ده شيء مش متعود عليه لأ مش هو ده المغص بتاعها لأ فيه احتمالات إنها تكون مش دورة إذن لو فيه أي احتمالات لأي شيء غريب لو سمحتي إن فيه خالص ونبدأ إننا نعتمد على إياسات السونار في الفترة الأولى من الحمل إلي إياسات أول ثلاث شهور وللأسف شا نقدر نعتمد على الدورة لو كانت الدورة دي غير صحيحة من أهم شروط الدورة أيضا إن الدورة دي تكون دورة منتظمة ما بتتغيبش فترات طويلة ما فيهاش اضطرابات عنيفة ولو فيها اضطرابات عنيفة برضو إلا هيأكد لنا معاد الحمل وتوقعات عمر الحمل هو سونار أول ثلاث شهور طيب إحنا كده غطينا شروط مهمة جدا جدا في الحساب من الأول القاعدة الأساس اللي هنبني عليه البيت اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي يبقى إذن أساساتنا صحيحة إحنا بنتكلم على أول يوم في آخر دورة جت قبل الحمل في دورة صحيحة ومنتظمة طيب أول يوم ده هنعمل في إيه أول يوم هنحط عليه أو هنزود عليه ما يقارب السبعة تيام هنزود عليه سبعة تمام طيب كويس جدا يبقى إذن إحنا مثلا لو كان أول يوم في آخر دورة كان يوم واحد في الشهر فإذن توقع نهاية شهر التاسع هتكون يوم سبعة في الشهر سبعة شهري كان بقى لسه إحنا هنحسب بقى أبونانا على الشهور هنشوف الشهور هنحسبها إزاي حسابات الشهور بتكون كالآتي إننا بنبدأ إننا نضيف تسعة أشهر بالمنطق كده أكيد يعني بنضيف تسعة أشهر للشهر اللي حصل في الدورة يعني الدورة جت يوم واحد واحد فإحنا هنعمل إيه هنحط على يوم واحد أو هنزود على يوم واحد سبعة أيام وهنضيف على يوم واحد تسعة شهور صحي كده إذن الموضوع بسيط جدا يعني يوم واحد واحد اللي كانت دورتها يوم واحد واحد هيكون توقع نهاية الشهر التاسع بالنسبة لها هو يوم برافو يوم تمانية عشرة ممتاز صحي جدا وده بيخلينا نوصل لنتيجة إن الحمل في المجمل كده بقى عمره تقريبا أربعين أسبوع يعني إذن إحنا حساباتنا كلها بتكون في نهاية الأربعين أسبوع ودول ساعتها نقول إن ده نهاية الشهر التاسع لكن مازال معانا أسبوعين تانيين الأسبوعين دول مندخل فيهم في الشهر العاشر ومنقول عليهم إنهم مازالوا تبع الحمل طول ما حالة الأم وحالة البيبي مستقرة فإحنا معانا فيهم فرصة إننا ندي مساحة لمحاولات الولادة الطبيعية أو محاولات انتظار الجنين لفترة أو لفرصة خروج أفضل من فرصته الإجبارية اللي إحنا بنقدمها له فيه في القيصريات أو ما شابه النهاردة إحنا اتعلمنا إزاي نحسب فترة الحمل إزاي نحسب أنا في الشهر الكام دلوقتي إزاي نحسب عمر البيبي قد إيه دلوقتي إزاي نبقى فاهمين كل خطوة وإزاي حتى لما نيجي ده هيفدنا في إيه يعني إحنا إيه دور إننا حسبنا عمر الحمل هيفدنا في حاجات كتير أهمها إننا بنقارن نمو الجنين أمال إحنا بنتابع بالصنار ليه أو كما يسمونه بعض إخوتنا العرب اللي بنشوفهم عندنا في العيادة بيقولوا عليه الكشافة ليه إحنا بنتابع بالصنار أو بجهاز الموجات الصوتية أو بجهاز الكشافة كما يسمى إحنا بنتابع بيه علشان نقيم نمو الجنين مقارنة بالعمر اللي تم تحديده في بداية الحمل وتوقعات النمو يعني إحنا لو لقدر الله كنا في الشهر مثلا الرابع ولقينا بيبي بيدينا حسابات للشهر التالت أو للشهر ما قبل ذلك فإذن ده فيه تأخر للنمو لو كنا في الشهر الخامس ولقدر الله شفنا غير كده فيه تأخر للنمو إمتى التأخر يبقى مؤلق؟ إمتى التأخر ده يبقى غير مؤلق؟ إمتى حساباتنا تكون صح؟ إمتى حساباتنا تكون غلط؟ ده إن شاء الله اللي هنتكلم عليه في درس مفصل وهنحاول على قد ما نقدر إننا دايما نبسط المعلومة إلى أقصى درجة ممكنة حيث يفهمها القاسي والداني من يتكلم العربية الفصحة ومن يتكلم العربية بلغة أهل أصدقائنا وإخواتنا في المغرب ومن يتكلم العربية العامية عندنا في مصر فإن شاء الله هنحاول نبسط المعلومة على قد ما نقدر ونوصلها إلى الجميع أتمنى إن لما نشوف السؤال ده تاني في التعليقات نلاقي ناس كتير من أصدقاء القناة بيردوا على الأمهات اللي بيحطوا الأرقام أو نهايات عمار الحمل أو بداية أول يوم في آخر دورة وإنهم يبدأوا يحطوا لهم التوقعات الصحيحة وإحنا هنراجع إن شاء الله كل هذه التعليقات وهنؤكد على التعليق الصحيح وبإذن الله هنصحح التعليقات الخاطئة بشكل إن شاء الله مستمر ولأي استفسارات إحنا موجودين هنا على قناتنا وموجودين أيضا على صفحة الفيسبوك صفحة طبيبتي وموجودين على جروب أكاديمية طبيبتي اللي هتلاقوا الرابط بتاعه إن شاء الله موجود تحت في وصف الفيديو نتمنى نشوفكم على خير كل التحية لكم من كل فريق العمل في طبيبتي ومني أيضا رهام الشال أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم